وينضم إلينا عبر الهاتف من أبوظبي الدكتور علي النعيم الرئيس سحرير بوابة العين الإخبارية مساء الخير دكتور علي وكلة الأنباء السعودية بثت خبرا عن تلقي ولي العهد السعودي اتصال هاتفيا من أمير قطر والذي أبدأ رقبته في الجلوس على طاولة الحوار لمناقشة مطالب الدواد الأربع وهو ما لقى ترحيبا من قبل ولي العهد السعودي بعد ذلك نشرت وكلة الأنباء القطرية خبرا محرفا لمضمون الاتصال كيف تصف هذا السلوك السياسي لنظام القطري أولا هذا السلوك ليس بجديد هذا السلوك يعني يمارسه النظام القطري منذ أكثر من عشرين سنة والحقيقة دائما في مراوغة يعني نحن الآن لو عدنا إلى بداية الأزمة هذه لما سلمت المطالب 13 مطلب لسمو أمير الكويت ثم تم تسليمها للقيادة القطرية خلال اليوم الثاني قامت القيادة القطرية بتسريب المطالب ولم تحترم الوسيط الكويتي ثم أيضا لما قدمت الرد على المطالب أيضا سربت وشهمت الآخرين به فنحن الآن أمام يعني أمام قيادة اعتادت على أن تقول شيء وتفعل نقيضة ولذلك يعني ما أثرته وكارث الأنباء القطرية بالأمس يعبر الحقيقة عن طبيعة هذا النظام نظام اعتاد على الكذب على الغدر على الخيانة على التآمر يعني وأنا أريد الحقيقة الشعوب الخليجة أن تضر له شيء يعني أنا ما أستغرب هذا لأنهم تآمروا على أمنة على استقرارنا على التعاون مع أعداءنا من أجل استهداف أوطاننا فإنه يكذب النظام هذا على سمول أمير محمد السلمان أنا أعتقد هذا يأتي في سياق سلسلة نهج اعتادت وألفت القيادة القطرية نعم دكتور الشعب الخليجي استبشر خيرا بعد الاتصال الذي تم بين أمير قطر وولي العهد السعودي إلى أن النظام القطري لم يكمل فرحة الشعب الخليجي بتحريف الاتصال وهو طبعا أكيد أمر اعتدنا عليه بالنظر إلى تقلبات النظام القطري طوال فترة الأزمة ألا يعي النظام القطري أن مثل هذه التقلبات تفقد ثقة بمحيطه الخليجي والمجتمع الدولي أيضا نحن الآن أمام مشكلة مشكلة أن حمد بن خليفة استثمر في دعم الإرهاب استثمر في زعزعة استقرار المنطقة استثمر في ديناء علاقات مع جماعات إرهابية وتمويلها ويشعر الآن أن هذا الاستثمار يعني بدأ يتلاشى وينتهي ولذلك ما زالت يعني لابد أن ندرك شيء أن الأمور ما زالت بيد حمد بن خليفة في قطر هو الذي يدير دفة التآمر دفة الخيانة دفة الغدر دفة الكذب ولذلك هو لا يؤمن بقضية مصالح الشعب الخليجي أو مصالح الشعب القطري حتى هو يؤمن بأنه عنده رؤية يعني مصر ومعاند في قضية الاستمرار فيها طبيعة الشعوب الخليجية تنتمي لها انتماء واحد لها مصالح مشتركة ولها أيضا مستقبل واحد ومصير واحد لكن حمد بن خليفة ليس لديه هذه الرؤية ولا يؤمن بهذا ولذلك هو يتاجر لا أقول بمصالح الشعب الخليجي وإنما أيضا بمصالح الشعب القطري فنحن طبيعتنا كخليجيين لا نبحث عن حروب لا نبحث عن تشكلات يعني لا نستسيغ الأزمات بل دائما نحن عشاق سلام عشاق استقرار نبحث عن الأمل عن الحياة لنا احترام وتقدير للكلمة نعيش كأسرة واحدة لكن للأسف الشديد نهج القيادة في ظل ما يسمى بتنظيم الحمدين أحدث شرخ في البيت الخليجي وهو المستمر فيه نعم من أبوظبي الدكتور على النعامي رئيس تحرير بوابة العين الإخبارية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر